قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عنواني أخبار اليوم تعرف على خصوم المنتخب المغربي في تصفية كأس أفريقيا 2025 الحسن عموت يضع شروطا صارمة من أجل تدريب الجيش الملكي مدرب المنتخب الأولمبي يكشف سبب استدعاء سفيان رحيمي واستبعاد إبراهيم دياز والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش الدير جيميل الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد أخبار تعرف على خصوم المنتخب المغربي في تصفية كأس العالم 2025 تم إجراء قرآة التصفية المؤهلة لكأس أمام أفريقيا لعام 2025 اليوم الخميس بمدينة جوهنسبورغ في جنوب أفريقيا وأظهرت نتائج القرآن المنتخب المغربي سيتنفس في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبة القابون جمهورية أفريقيا الوسطى والزوتو ومن المنتظر تبدأ التصفية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية في شهر شتنبير من عام 2024 ومن هذه التصفية سيتأهل 23 منتخبة للإندمام إلى المنتخب المغربي البلد المضيف في نهاية بطولة الكان الحسين عموت يضع شرطا صارمة من أجل التعاقد مع الجيش الملكي أفاد مصدر موطوق حسب موقع سبورت سيفن بأن المحادثات بين المدري بالحسين عموت وإدارة نادي الجيش الملكي وصلت إلى الطريق المسدود وباتت قريبة من الانتهاء دون توصل الطرفين إلى اتفاق وخلال المفاوضة تظهر الحسين عموت مرونة كبيرة بخصوص الجانب المالي إلا أنه وضع شرطا صارمة تتعلق ببقاء العناصر الأساسية للفريق وتقوية المراكز التي تعاني من نقص بضم لاعبين أجانب متميزين كما أصر عموت على ضرورة المشاركة في اختيار اللاعبين الجدد خصوصا اللاعبين الأجانب وأن يتم تجربتهم في تدريبات قبل التعاقد معهما إضافة إلى ذلك اشترت عموت أن يتم تعين كامل طاقمه التقنية المساعد دون تدخل أو اقتراح الأسماء من قبل النادي هذه الشروط أدت إلى تعطر المفاوضات وتأجيل مرحلة توقيع العقد إلى وقت لاحق جدا بالذكر أن الحسين عموت تلقى في الأثناء عرضا جدابا وضخما من نادي الجزيرة الإماراتية مدرب المنتخب الأولمبي يكشف سبب استدعاء سوفيان رحيمي واستبعاد إبراهيم دياز أكد طريق سكتيوي المدير الفني للمنتخب المغربي الأولمبي على تلقيه ردودا متبينة من عدة أندية أوروبية بشأن تسريح لاعبيها المحترفين للمشاركة مع الفريق الوطني في أولمبياد باريس 2024 وخلل مؤتمر صعوفي عقد للإعلان عن القائمة النهائية للمنتخب قال سكتيوي حتى مساء أمس كنا نستقبل الإجابات من الأندياء والتي تنوعت بين القبول والرفض وفي هذا الإطار كشف سكتيوي عن بعض الأسماء التي رفضت أندياتها السمح لهم بالاندمام إلى المنتخب المغربي للمشاركة في الأولمبياد موشيرا إلى اللاعب إبراهيم دياز نجم ريال مدريد الإسبانية والذي جرى تعوضه بنجم العين الإمارة السوفيان رحيمية كما أن نادي كريستال بالاس أيضا رفض قبل دعوة شهد رياض والأمر نفسه بالنسبة لأضم أزن مدافع باير ميونيخ الألمانية بالإضافة إلى إسماعيل السباري نجم بأزفيند هوبن الهولندي هذا وأعلن سكتيوي اليوم في ندوة صعفية عن قائمة نهائية للمنتخب الأولمبياد التي ستشارك في أولمبياد باريس وعرفت القائمة واجد 23 عنصرا على أن يتم تقليصها إلى 18 لعبا قبل منافسة الأولمبياد ويتعلق الأمر بكلين من مونير المحمدي وراشد غنيمي ومحمد ريدا أسماما وأيمن الوافي ومهدي بوكامير وأشرف حكيمي وأكرم النقاش والزكري الوحيدية وعادل تحيف وهيتم منوت وبنيامين بوشواري وياسين كيشتا وأسامة رغلين وبيل الخنوس وأسامة العزوز وأمير ريتشارتسون والمهدي مبارك والمهدي موهوب عبد الصمد الزلزولي وإلياس أخماش وإلياس بن صغير والسفيان رحمي جذر بالذكر أن قرعة دورة الألعاب الأولمبياد قد وقعت المنتخب الوطني المغربي الأولمبي في المجموعات الثانية إلى جانب منتخبات أوكرانيا والعراق والأرجنتين نادي إيطالي جديد يدخل دائرة المهتمين بالتعاقد مع يوسف انصري انضم نادي روما الإيطالي حديثا إلى قائمة الأندية التي تظهر اهتماما بضم اللاعب الدولي المغربي يوسف انصري الذي يلعب حاليا لصالح نادي إشبيلي الأسباني هذا الاهتمام يأتي ضمن خطط روما للتعزز التشكلة الهجومية في سوق الانتقالات الصيفية الجارية ووفقا لما ذكرت صحيفة جوارد الاسبور الإيطالي فقد قامت إدارة نادي روما بالتقييم عدد من المهاجمين المتميزين من دوريات متعددة بهدف ضم واحدين أو أكثر منهم لتحسين خط الهجوم وتعزز الفريق للمنافسة على لقب الدور الإيطالي في الموسم القادم المصادر المذكورة أشرت إلى أن إدارة نادي روما وضعت يوسف انصري ضمن أهدافها الرئيسية وذلك لتعويض الفراغ الذي سيخلفه رحيل البلجي كيرومي لو لوكاكو الذي انتهت فترة أعارته من فريق تشيلسي الإنجليزية وأكدت الإدارة على قناعتها بقدرة انصير على تقدم الإضافة المطلوبة للفريق كما لفتت الصحيفة إلى أن النادي يستعد لرحيل كولي من أدريا بيلوتي وتامي أبرهام مما يستدعي ضرورة البحث عن مهاجمين جدد قادرين على تقدم الأداء المطلوب للتحقيق الطموحات الرياضية لنادي روما في مواجهة منافسة شديدة مع أنذية قوية مثل أساميلان وإنتر ونابولي ويوفينتوس في الدور الإيطالية صحيفة غوارد الاسبور ذكرت أيضا أنه في حال تم الاتفاق على كافة الشروط المتعلقة بالتعاقد مع انصير سواء مع اللاعب نفسه أو مع نادي إشبيليا فإن التكلفة المتوقع للصفقة لن تزيد عن 25 مليون يورو وفي سياق داته يعاني نادي إشبيليا من أزمة مالية حادة أثرت على نشاطته في سوق الانتقالات حيث يركز على ضم لاعبين بدون عقود أو على سبيل الإعارة ويشهد انصير اهتماما من عدة أنذية أخرى بما في ذلك فرق من الدور الإنجليزي الممتاز مثل مونشستر يونيتد وتطنهاما إضافة إلى نادي فنار بخشا وإنتر ميلان الإيطالية وأخيرا تخطط إدارة إشبيليا لعرض سير على أنذية السعودية الكبرى مثل النصر والهلال والاتحاد والأهلية والتي تتميز بقدراتها المالية العالية بدعم من صندوق الاستثمار الخاص بالحكومة السعودية وشارك يوسفانساري هذا الموسم في 41 مبارات سجل خلالها 20 هدفا وقدمت 3 تمريرات حاسمة وأنهى الموسم في الدور الإسباني بتسجيل الـ 16 هدفا ما جعله يحتل المركز السادس في قائمة الهدفين متسويا مع الفرنسي أنتوان غريزمان مهاجم أتلاتيكو مادريد الإسبانية إليكم مشاهدين أهم عنوان أخبار اليوم تعرف على خصوم المنتخب المغربي في تصفية كأس أفاقيا 2025 الحسين عموت يضع شروطا صارمة من أجل تدريب الجيش الملكي مدرب المنتخب الأولمبي يكشفوا سبب استدعاء سوفيان رحيمي واستبعاد إبراهيم دياز والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش الدرجة من الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار